تعالوح لأخبارنا وهقولك كواليس في منتهى الأهمية ربما تسمع كثير منها لأول مرة لأول مرة في جلسة كلر مع لجنة التقطيط والكابتن محمود الخطيب تعالى أقولك كواليس مهمة مرسل كلر عقد جلسة هامة اليوم مع محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي ولجنة التقطيط للكورة حيث شهدت الجلسة اعتماد قرار رحيل اليو ديانج لاعب الفريق إلى نادي الخلود السعودي لمدة موسم على سبيل الأعارة مقابل ما يقرب من 600 ألف دولار على أن يكون رحيل اللاعب بعد مباراة برامة زيوم 22 يونيو الجارية لم يشهد اجتماع الخطيب مع كولر مطالبة المدرب برحيل خالد بيبو مدير الكورة كما تردد مؤخرا خاصة وأن هناك قرار داخلي باستمرار بيبو في منصبه لنهاية الموسم على أن يكون وقتها تقييم في نهاية المرحلة منطقي تم مناقشة موقف التونسي محمد الضاو كريستو وهناك قرار نهاي لا رجعة فيه برحيل اللاعب مع وجود تحرقات ومفاوضات للحصول على أكبر رقم يمكن الحصول عليه لبيعه نهايين بناء على طلب كولر وفي حال عدم حصول الأهل على الرقم المطلوب لبيعه بشكل نهايي سيكون هناك مرونة لأعارضه إلى نادي الصفاكسي التونسي خصوصا وأن اللاعب طلب العودة إلى بلاده تونس كولر أكد تمسكه باستمرار محمد الشناوي خلال الموسم المقبل لكن قائد النادي الأهلي لديه رغبة في الرحيل نهاية الموسم الجاري لخوط تجربة احترافية خارجية وهناك تحرق من جانب اللاعب في هذا الملف بشكل رسمي للخروج من الباب الكبير خصوصا وأن اللاعب لديه اتفاق ودي مع الجهاز الفني على الخروج من القائمة حال تواجد قرار بمشاركة مصطفى شبير أساسيا كما أن الشناوي لا يمانع في تمديد عقده قبل الرحيل عن الأهلي